طيب بالنسبة لك انت شفت المباراة ان انت تكسب المباراة اول خلينا نتكلم عن مباراة مباراة اول 30 دقيقة الترجي هو تحس ان هو افضل ولكن في النهاية مفيش حاجة خطر على المرمى طبيعي يا كابتن تتكلم فرق خسرنا اول مباراة طبيعي جدا يبقى ليوم شكل وانت بتحاول تحافظ ولكن المباراة ان هي يا كابتن زي ما بنقول كتير جدا تكسب ولا تلعب زي ما بقول ولكن احنا عملنا الاتنين مباراة لما بتتكلم في نصف ساعة يعني التلت المباراة طيب التلتين التانين انت عملتهم يكونت الافضل استحوازا واداءا ونتيجا طبعليك يعني انا بستغرب دايما من الناس دي من بعض من لاي يشجعي يعني انا دايما نتكلم يقولك ايه موصل الترجي كان افضل طب يا جماعة يعني اللي اضحك الاخر يعني انت كنت افضل تسعين ديئة في تونس اهه لا وكنت افضل في ستين ديئة انت كنت افضل في تسعين ديئة في تونس وبعدين كابتن انت بتتكلم في شوطين يعني التسعين ديئة في تونس ستعين ديئة في القاهرة ده تسعين ديئة شوط وشوط انت تتكلم في انت شوطين افضل اداءا ونتيجة وانت تكسب التلاجي ثلاثة على ملعبك لا اسي دي شوطين الا شوية فيش مشكلة اه يعني انا كابتن ده طبيعي ده اقل من الطبيعي بالعكس انت ممكن تبقى بتلعب وكسبان واحد وتأمن وتخاف وتدافع لكن انت ما عملتش كده لكن المباراة مش معايك في اول تلت ساعة ولا في مشكلة خالص راكلة الجزاء رأيك في ايه؟ اه ضرب الجزاء طبعا مفاش كلام وطرد مفوش يعني ممكن تشجع في حضرتك في بداية البرنامج وتتكلم وحد يتكلم من ضرب الجزاء او الطرد او ده ما يعني ده وانت مهمت كده ضرب الجزاء وطرد مفاش يعني انا فجيت ان هو راجع للفار انا استغربت لكده انا من نفسي من غير ما ارجع للفار ضرب الجزاء وطرد مفاش يعني اتكلم عرقلة وشد وعرقلة من الخلف وراح يجيب جون وما فيش حد ضرب الجزاء وطرد اه فمش عارف الناس بتتكلم بتتكلم في حاجة ازاي كده ازاي وخصوصا ان ضرب الجزاء دي هي اللي غيرت المباراة طب ليها جدا يا كابت انت ليه ما نتكلمش على الحاجات اللي حصلت معنا احنا قبل كده في البطولات اللي قبل كده ايوه انت مع الترجي بالفعل خسرين تقريبا في 2012 تقريبا او 11 ايه رابوا بايده اه المباراة التالاتة اللي برضو في 2017 2018 وما حدث قبل المباراة كتير جدا كتير جدا احنا هنا في الكاهرة خسرينين نهائي مع النجم اه اه حاكم العرجون في 2007 لا اه كان ماتش غيرت اتكلم في شواء كتير جدا لكن انت لا انت ضرب الجزاء مفاش اي كلام اه اه طرد مفوش اي مجاملة ولا اي حاجة بالعكس تخذ تحقك وده الطبيعي أنك تحكيم يبقى يدي الحق